وفي موقع عماد السيد المسيح في المغطس وعلى ضفاف نهر الأردن المقدس رعى أمين عام وزارة السياحة والأثار عيسى جمه الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد بحضور ممثلي كافة الكنائس في المملكة والمؤسسات الدينية العامة والخاصة المزيد في التقرير التالي على ضفاف نهر الأردن المقدس كانت حشود المؤمنين تنتظر علامة على الأرض تشهد لمجد السماء إضاءة شجرة الميلاد في موقع العماد حيث رعى الأمين العام لوزارة السياحة والأثار عيسى جمه الاحتفال الميلادي المجيد بحضور ممثلي كافة الكنائس في المملكة ومديرة فضائية نورسات الأردن الدكتورة باسم السمعان وهيئة المغطس وقال أمين عام مزارة السياحة إننا ومن هذه البقعة المقدسة من موقع المعمودية العز نتوجه بالشكر الجزيل لمن ساهم بإنجاح هذا الاحتفال وخاصة هيئة المغطس وممثلي الكنائس والأجهزة الأمنية متطلعين إلى موسم حج مميز في بداية العام المقبل هذا تقليد سنوي جميل جدا إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد خاصة إحنا في أيام هذا الشهر نقترب من عيد الميلاد ورأس السنة جمعنا كل طوائف المسيحية من كل محافظات المملكة مع المحبين ومع كل الجهات التي أرادت أن تكون في هذا النشاط في مكان عماد السيد المسيح موقع المقدس على الضفة الشرقية من نهر الأردن مكان عماد المسيح حتى كمان فرصة تسويقية وترويجية ونسلط الضوء على مسارات الحجيج المسيحي في الأردن هذا المكان المبارك أيضا لصح يعني كل الإشارات تدل على أنه سيحظى بأعداد وأفواج كبيرة من الحجاج خلال الأشهر أو السنوات القليلة القادمة بإذن الله وقال مطران اللاتين في الأردن ويليام الشوملي في كلمة باسم الكنائس نحتفل اليوم بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع عماد السيد المسيح على نهر الأردن الخالد في بلد يجسد المعنى الحقيقي للتعايش الديني بين مختلف الأديان في ظل قيادة هاشمية حملت على عاتقها حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومن هذا الموقع اسمحوا لي أن أحيي قائد مسيرة هذا البلد الذي اعترف العالم به قبل أسبوعين بأنه من أكبر رواد التسامح الديني وحوار الأديان في العالم وحصل عن جدارة واستحقاق بجائزة جون تيمبلتون العالمية إخوتي وأخواتي بدأنا حديثاً عن الرحمة وسننهيه أيضاً عن الرحمة ليست الرحمة نهج تعامل فردي فقط من شخص لشخص بل إنها نهج للحياة العامة في مرافقها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي جميع مستوياتها العالمية والإقليمية والمحلية وفي جميع اتجاهاتها بين الدول والشعوب والفئات والديانات والمذاهب وعندما تصبح الرحمة مكوناً من مكونات العمد العام فأنها كفيلة بأن تنقل العالم من دائرة المصالح الأنانية إلى دائرة القيم السامية ترجمة نانسي قنقر